اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية قرار عدد من الدول بتعليق تمويلها للأونروا عقابا جماعيا لملايين الفلسطينيين خاصة في ظل الكارثة الإنسانية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني في قطع غزة وذكرت الوزارة أن هذه القرارات مسيسة وغير متناسبة خاصة في ظل إعلان الأمين العام للأمم المتحدة عن إجراء تحقيق في المزاعم الإسرائيلية واتخاذ ما يلزم من إجراءات يفرضها القانون بشأنها وأضافت أن قرار تلك الدول يعد سدواجية معايير حيث تواصل تقديم المساعدات والدعم لإسرائيل ويتدرك أن جيشها يرتكب أبشع أشكال المجازر والقتل بحق عشرات الآلاف من المدنيين خارج القانون ويفرض النزوح القصري أيضا على أكثر من مليوني فلسطينية